تعالوا مع بعض نشوف كمان الصحف العالمية قالت ايه في المحترف هنبدأ حلقتنا مع اخبار طبعا الكرة العالمية من خلال الصحف والمواقع الرئيسية العالمية قالت ايه يا طرى في خلال الايام اللي فاتت هنبدأ جولتنا مع مركة الاسبانية يمكن صلتت الضوء على انتقال زي ما قلت لحضراتكو سيرجو راموس مدافع ريا المدريد وباريس سان جرمان السابق إلى صفوف اشبيليا وكتبت راموس يعود إلى اشبيليا بذكريات الطفولة يعني طبعا الراجل الراجع لبيته مرة تانية والجريدة يعني بتعنون عودة راموس لاشبيليا بعودة يعني الطفل إلى منزله أما جريدة كوريد الاسبورت الإيطالية صلتت الضوء على اكتساح حلميلا لفورنتينا بالدوري الإيطالي وتقلق لوتارو مارتينيز وفوز يوفينتوس على امبلي بالدوري الإيطالي في انجلترا صحيفة صاني الإنجليزية أكدت على فشل صفقة انتقال ملكية نادي منشستر يونيتد من عائلة جلارز الأمريكية طبعا الأمير القطري الشيخ جاسم كان عرض مبلغ كبير جدا جدا الصحيفة أكدت أن الأمير القطري عرض مبلغ 6 مليار جنيه استرليني وده العرض الحقيقة اللي كان مرحب به في البداية يعني كان مرحب بهذا العرض لكن العائلة الأمريكية يمكن رفعت المقابل المالي إلى 10 مليار استرليني وهو الطلب طبعا اللي قبله من بالرفض من قبل المستثمر القطري أكدت الصحيفة أن عائلة جلارز الأمريكية نوية تبيع النادي في العام 2025 خاصة أنها ترى أن البيئة المالية في غضون العامين القادمين ستكون أفضل من الفترة الحالية مما يمكنهم من البيع مقابل 10 مليار جنيه استرليني جريدة موندو دوبرتيفو بتقول أن الصنائي فيكتور أوسمين مهاجم طبعا المهاجم العظيم مهاجم نابولي وفلاهوفيتش مهاجم اليوفينتوس تم عرضهم على ريال مدريد ده لتعويضا طبعا رحيل بن زمة لكن النادي الملك الحياة رفض التعاقد معهم ويتمسك بأمال الحصول على كليان إمبابي